في البداية البيوت اللي فيها طلاب وأولياء أمور بيكونوا دايماً مشدودين طول الوقت بيكونوا متوترين وطول الوقت فيه ضغط بيحسسون أن دايماً الامتحانات هي آخر الدنيا يعني شايفة أن ده أفضل طريقة وأفضل أسلوب للتعامل مع الطلاب ولا المفهود نخفف وطقة الامتحانات شوية على الأولاد هو علمياً التوتر بيوقف التفكير فإحنا إذا عايزين أهل ولدنا الامتحانات فأحسن طريقة لتأهلهم أن نوقف عملية التأهيل الامتحان أصلاً يعني لأننا لا نذكر موضوع الامتحانات أو ما يشغلناش هو إحنا يعني يبطل يوترنا فهنبطل نوترهم فهو ده هيكون أنسب طريقة للتأهيل الامتحان ده حقيقي ده يمكن صعب التنفيذ شوية أو صعب على الناس استيعابه لكن هو ده الصح يعني إحنا لو بطلنا نتوتر هنبطل نوتر أولادنا وعدم التوتر ده هيكون هو ده أفضل طريقة للتأهيل الامتحانات فإحنا أنت قلتيها صح يعني أنت قلتي في المقدمة بتاعتك أننا نهتم بالاستيعاب مش بالامتحان ما يكونش الامتحان هو هدفنا هو المعيور أو الاختبار هو هدفنا لا الاختبار ده محك لتقييم أنا استوعبت قد إيه أو أنا هضمت من الموقف قد إيه أمانة طريقة مذاكرتي صح بالضبط كده لكن مش هو آخر الدنيا فأنا ما قدرش أقاهل أولادي للامتحان للمفهوم ده طول ما أنا نفسي مش مستوعب المفهوم ده طيب دكرة الشايماء هل في توتر صحي أو ألأ يعني صحي مطلوب يعني فكرة أن أنا برضو أبقى حاسس أنه فيه مهمة علي بكرة طبعاً الامتحان كلمة تقيلة على القلب يعني وإحنا صغيرين كل ما نسمع كلمة امتحان دي فهي كلمة تقيلة وصعبة وتحدي لكن هل مسموح بقدر ما من التوتر الصحي لأن حالة القلق والاستنفار دي بتخليني أحصل كويس برضو أذاكر بشكل صح يعني هو كلمة التوتر ما تجيش بتوتر صحي أو توتر إيجابي كلمة التوتر نفسها كلمة سلبية أو كلمة اضطراب ولكن التأهيل أو الاستعداد زي مثلاً إحنا لو شفنا كبار المطربين على مر التاريخ هتلاقي الحد آخر حفلة في حياته هو متأهب وبيتعامل معها على أنها أول حفلة في حياته وده اللي ينجح ينجح ده سر نجاح أي حد أنه يبقى في حالة شوية كده من القلق قبل ما نعمل شهر حالة من الاستعداد حالة من مش عدم الأمان أو عدم الاستقرار عدم التكيف أو الهدوء التام مع الموقف وده اللي بنسميه بقى اللي هو الإكستريم من أنه عنده قلق الامتحان هو عنده برود يعني عنده أنه مش كار دون كار مش مهتم عنده متحان أو لأ حطت أعصاوف تلاجع فده غلط وده غلط يعني ده الناحية دي غلط والإكستريم منها أو النقيد منها غلط كمان فلازم البيوت المجدودة قوي والمتوترة قوي غلط والبيوت كمان اللي مش كار خالص لو أني دول أقلب كتير من البيوت المتوترة لكن فيه بيوت مش كار خالص والمذاكرة آخر همي أو لا هو ناخد بالنا إن إحنا لما نبقى مش كار أو لما مش مهتمين خالص ده بيأثر على التزام الطفل يعني مش هتلاقيه ملتزم بتمرينه مش هتلاقيه ملتزم بترتيب قدته مش هتلاقيه ملتزم بإعلاقته بإخواته مفهوم الالتزام عنده مفيش فهو ده اللي محتاجين نحسه في أولاد زي ما حضرك قلت ده يتطلب التزام ويتطلب سيستم أو نظام طول السنة أو طول الوقت ده اللي بيخلي يجي وقت الامتحان موقف عادي صحيح الموقف عادي وإحنا بالفعل متأهبين وفيه موقف غير اعتيادي شوية فيه امتحان ولكن مش يعني حدث جلل زي ما بنتعامل معاه وإنه الامتحان آخر الدنيا والولد أو البنت يعودوا يذكروا عشرين ساعة قدام الكتاب أو فعلا ما بيدرونش استوعبه احنا أول السنة ما حطناش السيستم ده زي ما انتي بتقولي فإحنا إحنا إزاي بنأهل ولدنا الامتحان من دي وان في الدراسة من دي وان في الدراسة أنا حاطت أني فيه اختبار قدامي أو فيه امتحان نصت طب إزاي ده يحصل بقى أني أحط سيستم زي ما انتي بتقولي ماينفعش طول الوقت يبقى ماسك الموبايل طول السنة بنلعب طول السنة احنا مش كير بالموقف وأجي قبل الامتحان بأسبوع المفروض أحشي دماغ البني آدم أو الطفل بكل هذا الكم من المعلومات طيب فيه أولياء أمور أنا أنا اسمحيلي هكون هنا زي ما بيقولك ديفلز أدبكت أو محامي الشيطان أنا أنا وليت أمر دلوقت سيقول بس سمع يعني ما فيش حاجة دلوقتي الولاد يذكروها النهاردة ما خدوش حاجة في المدرسة ما فيش حاجة النهاردة يعملوها عدى النهاردة بأسبوع بشهر فيش شكور بتعدي كده ما فيش يعني فيها حاجة مهمة للدرجة يعني بتبقى بحصص دروس أيا كان ده بنتعامل فيها ازاي أو مفروض هي تخلي ابنها أو بنتها يذكروا ازاي المفروض ان احنا بنشتغل على مفهوم الالتزام أنا دلوقتي لما بيجيلي طفل مثلا عنده 12 سنة بقوله انت لو طلعت باسبور هتكون لك مهنة في الباسبور مهنتك في الباسبور ايه طالب إذن أنا بعمل مهنتي سواء النهاردة عندي حاجة أو ما عنديش حاجة ملتزم بالضبط كده هو ده أفضل طريقة لتأهيل البني آدم لكل محكات حياته صحيح مش لامتحان ترم ولا امتحان سنة ولا سنوية عامة هو المفروض يطلع إنسان ملتزم مهنته ايه هو مهنته طالب فيلتزم بمهنته سواء كان عنده مهام جسيمة اليوم ده أو الشهر ده أو لا فأنا عندي وقت في اليوم للمذاكرة عندي وقت في اليوم في الفن للفن أو إني أخذ نفسي كطفل عندي وقت للنوم لازم أخذ قصة المناسب من النوم عندي وقت للأكل عندي وقت للسوشيال فاميلي للقعدة العائلية عندي وقت أنا مرتب وملتزم بيه منه وقت المذاكرة سواء عندي هومورك أو لا سواء عندي درسة أو لا سواء النهاردة يعني ده لازم وكل ده بيأثر في بعضه يعني لما بعمل أنشطة سواء في البيت أو أنشطة عموما رياضة أو غيرها ده بيساعدني على التحصيل الدراسي بشكل كبير وعلى التركيز في المذاكرة طبعا عايزة أسأل حضرتك دكتورة شايماء إحنا للأسف بيوت كتيرة وبعض أولياء الأمور بيقعوا في غلطة المقارنة فكرة المقارنة دي بتبقى موجودة كتير جدا وأنا بشجع ولادي على المذاكرة أقولهم شوفوا ابن فلان الفلاني بيذاكر إزاي جاب مجموعة إزاي أريبك عمله إيه للأسف يعني وسيلة من وسائل التعليم الخطئة جدا أني أنشغل بفكرة أني أقارن أولادي بأولاد الآخرين خطورة ده في التربية يا فاني هو طبعا لازم نقتنع أن فيه فروق فردية بين الأطفال وفيه فروق فردية بين القدرات ولكن السؤال الأهم إزاي أخلي المقارنة دي بشكل إيجابي كلموذج أيوة بالضبط نقل بالمقارنة إلى نمزجة والنمزجة هو أسلوب مهم جدا من أساليب تنمية الشخصية أن يكون عندي دايما نموذج يعني أنا عندي في الكورة محمد صلاح أنا عندي في الطب الدكتور يعقوب يعني مجدي يعقوب أنا عندي دايما نمازج الأولاد لازم تشوفها فأنا كمان على المستوى الأطفال الأصغر ممكن وينط يكون عنده ابن خاله الظابط اللي راح اللي جاء اللي سافر وقالها له بشكل إيجابي بشكل يعني ما فيهوش نوع من المقارنة السيئة أو التعنيف مثلا نقوله شفت ده عمل إيه وده عمل إيه لا هو إزاي الفرق من المقارنة والنمزجة المقارنة يتبعها نقد يعني ده لطيف جدا أو ده نموذج جيد لكن أنت لأ أيوة فهنا النقد هو اللي بيفرق ما بين المقارنة والنمزجة لكن أنا طول ما أنا بتكلم على أن فيه نموذج جيد إحنا المفروض نقتضي به بدون نقد الإنسان اللي قدامي ده يعني ضروري جدا وجود نموذج في حياة أولادنا بعيدا عن النمازج السيئة الحقيقة اللي بتحويت بيهم من كل اتجاه وخد بالك هم غلابة يعني هم مساكين جدا هم شايفين نمازج طلعوا من غير مذاكرة حصلوا فلوس كتير وشهرة واوة بضربة حظ من غير تعب بدون غير أي مجهود فهو إحنا علشان نواكب ده وعلشان أوازن المهاطرات الصعبة أو اللي بتحصل في حياتهم غصبا عننا لازم أوجد له نموذج محترم بدون مقارنة سلبية اللي هو بدون نقد ولكن النمزجة ضرورية جدا لأنه لو أنا ما خلتش فيه نموذج إيجابي أوتوماتيك فيه نموذج سلبي اللي تدخل في حياتنا بوز للدنيا خالص طيب دكتور خيه برضو نعرف من حضرتك سيستم المثالي سيما حديك قلتيه طبعا كل طفل بيختلف عن الآخر ولكن منحط كده زي جايدلاين أو منحط نظام استرشادي للأطفال حتى المتوسطين يعني مش هنقول أطفال حتى زكائها شديد جدا أطفال الفئة الأعام نظام يعني مذاكرة مثلا عدد ساعات قدقية المفروض يرجع من المدرسة إيه اللي يحصل هل يتغدى والنام هل يتغدى ويذاكر إيه اللي يحصل النظام حتى أدق التفاصيل فكرة الإضاءة لو طالب يوم لامتحان أو مثلا أسبوع اللي قبل لامتحان عنده أنشطة معينة بيعملها هل مفروض برضو يعملها ولا إحنا في المعسكر يعني يقول لنا كده النظام أو الجو العام المفروض الطالب يتحاط فيه طيب بالنسبة للإضاءة والتهوية والتغذية والنوم دول سابتين إحنا عم عندنا في امتحانات أو لأ في أجازة أو دراسة دول أنا لازم يعني عارفة زي ما يكون عندي زرعة المفروض أن أنا بهتم بيها عشان العيد مثلا لأ هي زرعة هي محتاجة الاهتمام والرعاية المياه الضوء الرعاية الأسمدة كل المقومات اللي تخليها جاهزة للمواقف دي ما ينفعش أرعاها بس في أوقات وأوقات لا في أسليب الرعاية أو ألف به رعاية الأطفال النوم الغيزة الصحي الغيزة الصحي ده ضروري جدا ده اللي حيخليني في حاجات كده اسمها مفتاح الزكاء عند الأطفال الأسماك الفيتامين الفيتامين ألف وفيتامين ب ضروري جدا لانتباه الأطفال والتركيزهم ده طبيعي حتى لو مش في الدراسة حياتيا تلاقي الطفل ممكن بعيدا عن الدراسة في الأجازة تبعتيه جب لك حاجة في قولك انت قلتي لي إيه دايما الناس يحكته دايما فده على طول هيبقى ريليتت بالمذاكرة فإحنا بننمي الشخص نفسه الشخص الكائن نفسه اهتم جدا بنوم وعدد ساعات النوم الأطفال ده بقى فيه جدول للنوم يعني الأطفال الرد على حد سنتين المفروض ينام 12 ساعة في اليوم تقل بقى بالتدريج لحد ما نوصل لمرحلة المراهقة ترجع تتلخبط تاني لأنه بيبقى فيه لخبطة في الهرمونات فتلاقي المراهق كده أول ما وصلت 13-14 سنة نايم فترات طويلة قوي وصاحي فترات طويلة قوي وده غزب عنه يعني تستغربي انت نايم على طول ازاي كده وفي أوقات انت صاحي كده على طول ازاي فده بقى لأن فيه لخبطة هرمونات النوم بيرجع يتزبط وبعدين يرجع يلخبط تاني في مرحلة المراهقة فلازم أنا كأم أو أب أبقى ملم بالأمور دي وعندي جدول النوم ده واضح وضوح الشمس بالنسبة للتغذية فده لا جدال عليها خالص وخيانا نقول ان الطفل المصري من أسكى أطفال العالم لحد ما تدخل سوء المعاملة وسوء التغذية يعني هو بيولد من أسكى أطفال العالم لحد ما تدخل سوء التغذية ده حسب الجينات يعني بالجينات بالجينات احنا أطفالنا من أسكى أطفال العالم لحد ما تدخل سوء التغذية وسوء المعاملة يبدأ يتراجع في نسب الزكاء فيه بقى المشتتات مشتتات الانتباه ودي برضو اللي لازم ناخد بالنا منها في سيستم حياتنا برضو حتى لو بيدت عن الامتحان اللي هي التلفزيون الكتير الموبايل الكتير شاشة والقو بالضبط الأجهزة الكتير الأنشطة الغير موظفة دي كلها مشتتات الانتباه تخلق كائن مشتت غير مركز يعني مش مركز سواء في الامتحانات أو لأ فلو حطينا السيستم ده هنيجي في الامتحانات بقى نلاقي حاجات بسيطة اللي محتاجة أغيرها زي ما انت بتقولي كده التمرين لو أنا عندي بطولة ولا امتحان شوف بقى إيه اللي ممكن يتأجل وإيه اللي لأ فده على حسب بعيدا عن البطولة بكلم أنشطة الحياتية اليومية يعني لو فيه تمرين لو فيه عدميلاد حد من صحابه لو فيه تجمع عائلي لا لو فيه على حسب بقى إيه على حسب أنا جاهز يعني السيستم ده لو أنا ماشي به من أول السنة مش هحتاج أشد جدا في الامتحانات دي يعني مش هحتاج فترة الاختبارات اللي هو ماشي بشكل طبيعي وفي يوم أجهزته بيخرج فيه مع صحابه يوم كذا معين ففيه السيستم ماشي عليه وحلاقي نفسي في الامتحانات مفيش فجوة كونية بيني وبين اللي المفروض يتعامل فهلاقي الدنيا ماشي بشكل أسلس ولكن المناسبات اللي أقدر طبعا ألغيها ده علشان أدي انطباع للطفل أو للطالب إنه إحنا في فترة استثنائية غير اعتيادية وده نوع من أنواع اللي أنا بديله اهتمام ملاقيش مثلا تحمل مسؤولية إحنا في الثاني موتاني يوم عندنا امتحان فكرة غامان بنشوف بعض الشكاوى كده من أولياء الأمور إنه يقولك دكتور شيماء ابني أو بنتي ما بتعرفش يتذكر لوحدها فكرة إن أنا محتاجة دايما أعود معاه وبعض الأباء والأمهات بيشوفوا إنه ده فرصة إن أنا بقرب الولادي أكتر فرصة إن أنا براعيهم أكتر فتعودوا أو عودوا ولادهم وبناتهم إن هم يتذكروا لهم يسمعوا لهم مثلا بعض الحاجات في بعض الدروس هل ده شايفاء سلوك خاطئ ولا صحيح؟ هرجع وأقولك المذاكرة أو الدراسة جزء من الحياة فاللي هتلاقيه مرتبط بأولاده زيادة والابن أو الطفل اللي طالب تدخل أبوه أو أمه في الدراسة بشكل كبير هتلاقيه أو مش بيعرف يذاكر إلا في وجودهم أو هو معاه ده هتلاقيه في كل حياته كده أيوة يعني هتلاقيه بسضبط كده ده هتلاقيه يلعب كويس قوي لو بابا قاعد برا التمرين مشجعه صحيح لو بابا مش موجود أو مختفي عن المشهد تبصت لقيه الولد أخفق أو ملعبش بالدرجة اللي المستواء الطبيعي أو العادي فده هتلاقيه فكرة الاعتماد فكرة زيادة عن اللازم طبعا مصطحة خالص إحنا المفروض بنساعد أولادنا في حياتهم على إني ننفصل عنهم جزء يعني إحنا دورنا في حياة أولادنا تدريبهم للانفصال عننا عشان يعتمد على نفسه يبقى عنده شخصيته المستقلة هو قادر يذاكر لوحده قادر ينجز لوحده بالضبط كده وده ما بيجيش بقى كده ده بيجي بالتدريج واتباعا وإني أبقى حطى الموقف في دماغي أني أنا عايزة يعتمد على نفسه وعايزة يبلي صح أو يتصرف صح حتى في غير وجودي سواء في الدراسة في التمرين في المدرسة في الدفاع عن نفسه في التعبير عن قراءه في الاحتجاج عن حاجة هو مش عايزة سواء أنا موجود أو لا فيعيش بشخصيته حتى لو أنا موجود في محيط رؤيته يعيش بشخصيته أحسن أفضل شكرا